موسيقى 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 مشاهدة القناة مدرسة العلاقات الدولية أول قاعدة تعرفت عليها هي مسألة ديال أن العلاقات الدولية بنية للمصالح المصالح المتبدل أنا أعطيكم 200 حي على هذا القاعدة ليوقعت مؤخرا فقط روسيا طلبت المساعدة من صين في الأزمة ديالها مع الدول الغربية بشأن أوكرانيا لأن كيف مفعل لكم أن أوكرانيا ستدخل الحلف الشمال الأطلسي ونسألك ترفضها روسيا لما بغيش الحلف الشمال الأطلسي يكون على حدود تلك فلما بشت طلبت المساعدة من الصين فالصين بدايتها هي محتاجة لأن روسيا تقدم لها شيء حاجة في المقابل أنا أدعمك في قاعدة أوكرانيا ولكن أنت روسيا تدعميني في قاعدة طيوان معروفة أن الطيوان بالنسبة للصينيين هو جزء لا يتجزء من التراب الصين وبالتالي فروسيا اعترفت بأن الطيوان هو جزء لا يتجزء من الصين كما أن الصين قال بأن انضمام أوكرانيا للحلف الشمال الأطلسي كي شكل تهديد أمني من نسبة للروسيا هناك يجرني الحديث لكي نرجع لكم على الموضوع ديال اليوم اللي هو كيفاش النوم الغريب كيملك ورقة كبيرة جدا في القرى الإفريقية خاصة جنوب الصحراء وهي ورقة الأمن الغدائي كنشرح لكم كيفاش هذه الورقة ورقة الأمن الغدائي فهي سلاح ديبلوماسي كبير جدا يفوق ديبلوماسية الغاز والبترول ويفوق حتى ديبلوماسية السلاح لأن اللي يفعل لكم أنه في أفريقيا جنوب الصحراء كي الحوالي ديال بلاتين أعطيكم الرقم المضبوط اللي هو مئتين واربعة وستين مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء اللي ممكن يعانيه من نقص في التغذية من المجاعة يعني إلا بنا نبسطل الأمو وهنا فين كين طور ديال المغرب هنا في المغرب قد يلعب دور كبير باش ينقص المجاعة في هذه البلدان بحكم أنه يملك واحدة الورقة اللي هي مهمة جداً كتجعل منه فاعل كبير في أفريقيا هذه الورقة هي الأسمدة ديال الفوسفات يعني إلا إلا أخبركم هذه الورقة هكذا ما غاديشتهموا الأمور كما هي ولكن غادي ندقك أكثر المغرب عنده محط المخزون ديال 75% عم الحطيات العالم ديال الفوسفات ولكن المغرب على أكس دول العالم التالت أولا نسميها الدول السائرة في طريق النمو عطفاً بدول العالم التالت هم كيصدر الفوسفات كما تخام لا كيصنعها كيرجعها الشكل ديال الأسمدة باش يصدرها الأفريقيا الجنوب الصحراء مش فقط الأفريقيا ولكن عديد من بلدان العالم ولكن هنا الحديد ديالي اليوم مرة أخرى سنتحدث لكم فيما يخص أمريكا الجنوبية وآسيا وحتى أوروبا ولكن اليوم قد نقتصر على القرار الأفريقي فالمغرب يدان كيصدر هاد الأسمدة يعني مصنعة ما كيصدرش البترول عفوا لمشي البترول إنما الفوسفات الخام كيتصنع في المغرب وكيتصدر على الشكل الأسمدة يعني فقط باش نعطيكم واحدة الرقم يعني 54% من حاجية أفريقيا من الأسمدة كجيم المغرب هاد الأرقم مهم جدا هذا بالإضافة على أنه مجموعة لوسيب يعني مجموعة المكتب الشريف للفوسفات المغربية درت بزاف ديال المشاريع مشتركة مع دول أفريقية 12 دولة أفريقية بالضبط وكيبين هاد 12 دولة أفريقية كينا أربع دول هي من الدول الكبرى في أفريقيا وليها نيجيريا غانا ساحل العاج والسينيجا هالمغرب ما شيف قد كيصدر الأسمدة له هاد الدول المغرب كذلك دار واحد برنامج لكي تسمع أغغيبوستغ هاد البرنامج هاد الهدف دياله أن الفلاحين ديال أفريقيا جنوب الصحراء هاد يدفعهم بش يزيدوا في الإنتاج ديال المحاصيل الزراعية ديالهم لس كتعرفوا بأنه الزراع في أفريقيا ماشي فقط هي للمجال يعني ديال التغذية أو الأمن الغدائي وإنما هي كذلك خمسين في المائة أو أكثر أو ما يزيد على الدخل ديال أفريقيا كي يجيب المجال الزراعي أنا غابش نبينكم تدريسيا الدور كبير ديال المغرب فين غادي يكون إذا المغرب ندار هاد البرنامج الاغري بوستغ استفد منه يعني رقميا ستمية وثلاثين ألف فلاح في أفريقيا ما هي النتيجة ديال هاد البرنامج النتيجة أن المحاصيل الزراعية طافعت ما بين 48% و 263% أنا أعطيكم مثال مثلا نضيعة فيها الدراع يعني كنتمتج الدراع إذا كان كنتمتج قبل من تدخل تع المغرب مئتين طن فبالتدخل ديال هاد البرنامج اغري بوستر غادي يولي ينتج ما بين 300 حتى 323 طن يعني لاحظوا معي زيادة ديال 100 حتى 123 طن وهذه المسألة مهمة جدا هذا اللي خلا المغرب يكون عنده واحد دور كبير واحد الفاعل كبير في أفريقيا ليس فقط بالنسبة للأفارقة وإنما كذلك حتى ذلك المستطمرين ليستطمروا في أفريقيا ليس محتاجين للمغرب لكن كان واحد المعطل يعني 7% من الإنتاج ديال الطاقة وديالطاقة في المغرب كيمشي الأسميدة واحد في المئة من احتياطات المائية دياله كتمشي الأسميدة وبالتالي ما هي المقصودة لأجبت لكم هذه المسألة يعني هناك علاقة سببية بين أسعار الطاقة يعني الغاز بالخصوص وأسعار الأسميدة من جهة وكذلك أسعار الطاقة عندها تأثرت على الماء لأن المغرب يعمل ما يسمى تحريت المياه البحر وعندما تقوم بتحريت المياه البحر فأنت محتاج للمهادة محتاج للطاقة أشنا هي؟ يعني الخطة ديال المغرب الخطة ديال المغرب أنه متقبلا يستغني نهائيا عن طاقة تقليدية صناعة الأسميدة تعتمد فقط عن الطاقة المتجددة وهنا في ذلك المستطميرين في أفريقيا وحتى أوروبا رغا نهضر لكم في فيديوهات مقبلة على أوروبا اللي هما بحتاجين للمغرب بحتاجينه بشدة فهما لاجم غادي يستطمروا في هذه الطاقة المتجددة السبب الأول علش بشكون هديك الأسميدة حتى هي اللي غينتجها المغرب تكون أسميدة خضراء يعني متوجم طاقة اللي هي نقية مش بحل متلويتة بحل طاقة التقليدية والسبب الثاني أنهم محتاجين للمغرب ركيف قتلكم كيمبلك 75% من الحتيات الدوري وما يمكنش تدير الفلاحة بدون أسميدة في المستقبلا رغا ديكون الدهب ليس الدهب الأسود هو الطاقة يعني البترول والغاز وإنما الفوسفات لماذا؟ لأنه الغاز والبترول حاليا هناك أبحاث رابدات دابا طاقة الرياح ممكن تعود الغاز والبترول هناك الطاقة الشمسية ممكن تعود الغاز والبترول إلى غير ذلك من الطاقات المتجددة ممكن تعود الغاز والبترول لكن تحزم لتتعود الفوسفات ما كان في حاليا أي دراسة تتبه أنه كان شيء طاقة أو عفوان أو شيء يعني شيء مسألة متجددة اللي ممكن تعود الفوسفات لذلك فالدفوع وعادة المغرب تقول الأوروبيين أو الدول الغربية أنتم اللي عندكم الإمكانيات لازم تسندوا المغرب باش ينتزش الطاقة المتجددة باش يحافظ على هذه الأسعار الحالية دي الفوسفات وإلا فعينه سيضطر يزيد بالنسبة للثامن دي الأسمدة وبالتالي فالمواد الغذائية سترتفع وهذا دي كشكل خطر على مجموعة دي الدول لا في أفريقيا ولا في أوروبا ولا في أمريكا الجنوبية ولا حتى في أسيا ما عدا أمريكا الشمالية لينك نعرفو بأن أمريكا عندها شوية الفوسفات وكتستورد قليلا من الفوسفات نفس الشيء بالنسبة لروسيا والصين ألمانيا كانت سنت واحد العقد مع المغرب باش تنتج طاقة الهيدروجين ماشي حبا في المغرب وإنما لأنها محتاجة أن المغرب يبقى انتج أسمدة بوحدة من لماشي عالي بثاف وفي نفس وقت هذه الأسمدة ستكون تهيئة يعني أسمدة خضراء ستكون منطقة لها نقية متجددة هذا المشروع يعني تستقنى واحد وقت لأنها كانت مشاكل بين المغرب وألمانيا ولكن ألمانيا ما ستبقى يعني المدة طويلة من خاصة مع المغرب بيستحيل لأنها محتاجة للمغرب وبالتالي في الحكومة الجديدة أول ما زاد أول مبادرة هي عقد الصلح مع المغرب وبالتالي هذا المشروع هذه الهيدروزين اللي هو رابح رابح الألمانية حتى هي رابح من الهيدروزين المشير لم يكن صدقة في العلاقات الدولية هناك المصالح والمصالح متبادرة هذه معروفة نقطة قصنا نتفاهم عليه بالتالي في هذا المشروع سيبدأ أحيام جديد لغي يمكن المغرب يعني في وقت من الأوقات يعني من هنا لـ 2030 أنهم 100% من هذه الأسمية ستكون الإنتاج أخضر يعني بالطاقة متجددة وهي الرياح وطاقة الشمسية والهيدروزين هنا باش نهضر لكم على يعني ديبلوماسية الأمن الغدائي لاحظوا معايا بأنه في 2016 الـ OCP يعني المكتب الشريف للفوسفات يعني خلق ما يسمى OCP أفريق وكنت هدرت لكم مرات أن تطايميك في العلاقات الدولية لا يوجد شيء حاجة اللي هي مهمة 2016 دار OCP أفريق 2017 أرجع المغرب لحضيرة الاتحاد الأفريقي اللي كان غادروا لما اعترفت منظمة الوحدة الأفريقية بالجمهورية الوهمية يعني هالديبلوماسية ديال الأمن الغدائي رسهلت من جهة أول العودة ديال المغرب لحضيرة الاتحاد الأفريقي إذن باش ما نتقولش عليكم متابعي القناة غادي نكتفي في هذا الجزء الأول بهذا القدر ونضرب لكم موعد في الجزء الثاني في الفيديو القادم إن شاء الله لذلك اللي ما مشترك معنا في القناة يشترك في القناة باش وصلوا الفيديو الثاني باش نكملكم اشنا هو يعني المنافع الجيو السياسية اللي اكتسبها المغرب من ورقة الأمن الغدائي لكم تلكها تجاه دول أفريقيا جنوب الصحراء